وننتقل بقى لمشروع من اكبر المشاريع في تاريخ النازل مشروع اضاءة ملعب كرة القدم الرئيسي واللي ظهرت في كريتو في فبراير 1953 ودخل حيز الدراسة والمؤيسات والتنفيذ في يوليو 1953 عجلة العمل في انارة الملعب ضارت وفي يوليو سنة 1956 بدأت تجارب الاضاءة في الملعب كانت تجربة ناجحة وكتبت الاهرام تحت عنوان النور بالنادي الاهلي نجاح تجربة اضاءة اول ملعب القاهرة رأت ملعب القاهرة النور امس لاول مرة فقد جربت اجهزة الاضاءة بملعب النادي الاهلي فنجحت التجربة وكان اول من استمتع بالتدريب على ضوء الانوار الكهربائية الجديدة اعضاء فريق القوات المسلحة لالعاب القوة المشتركين في بطولة العالم العسكرية وبهذا النجاح اصبح في حكم المقرر ان يفتتح الملعب المضاء في الموعد المقرر وفي 15 اغسطس 1956 وافق مجلس الادارة على عرض لشركة راديو حجازي بالقيام بالصيانة الكهربية للنادي مجانا وانارة مداخل الملعب بسعر التكلفة والتركيب مجانا وتقرر ان تكون اول مباراة في الملعب يوم الجمعة 17 اغسطس 1956 تحت الانوار الكشف ايوة كانت بتتقال كده الانوار الكشف بعد كده بقنا نقول الاضواء الكشف في الوقت ده ما كانش في مصر كلها ملعب مضاء الا استاد الاسكندرية وما كانش فيه نادي في مصر كلها يملك ملعب مضاء بالاضواء الكاشفة لكن دايما الاهلي له الرياضة في كل شيء ترجمة نانسي قنقر